صدمت ملكة جمال الأنجنتين السابقة وملكة جمال بورتوريكو السابقة متابعيها بعد إعلام خبر زواجهم المفاجئ على الإنستجرام الاثنين لقوا بعضهم في مسابقة ملكة جمال جراند الدولية لعام 2020 في تايلاند وبعد الوصول إلى قائمة العشر الأوائل في مسابقة ملكة الجمال بدأت علاقة الصداقة بينهم تزداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما لا يعرفه الكثير هو أنهم كانوا يتواعدون سرا قالت ملكة جمال الأنجنتين أن بعد ما قررنا الاحتفاظ على خصوصية علاقتنا فتحنا الأبواب في يوم مميز وكشفنا الأمر كان حفل زواجهم يوم 28 أكتوبر انقسمت التعليقات ما بين الانتقاد والسب والقصف وأخرى للتهيني علق أحدهم هذا الفيديو مريب وصدم في نفس الوقت مطلبات للمجتمع الأوروبي بمعاقبة كل من هو مثالي الجنسية ولكن للأسف القوانين الأوروبية لا تمنع زواج المثاليين بل بالعكس هم يطالبون بإعلان نفسهم وأن يعيشوا عيشة مثالية كباقي الأجنس زواجهم كان علني وأمام المحكمة وعلى الرغم من عدم فوز أي منهما بالمسابقة إلى أن كل واحدة فيهم وصلت لقيمة العشر الأوائل لتبدأ بعدها علاقة الصداقة اللي تحولت إلى حب شز أما في الوطن العربي فقد شكل نبأ زواج ملكة جمال الأنجنتين وبورتريكو صدمة كبيرة لدى مواقع ورواد التواصل الاجتماعي خاصة مع تضفق التهين للعروسين الشازتين من قبل عدد من المشاهير العالميين أمسال المغنية وملكة الجمال غينيا أبينا أكوبا اللي هنأته كتبت يا إلهي مبروك لكم كمان ملكة جمال الفلبين علاقت على الصور وقالت مبروك هذا هو الحب الأنجنتين شرعت زواج الميثاليين في عام عشرين عشر وكانت تأول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بزواج الشواز في حين تبعتها بورتريكو بعد سنوات قليلة مما جعل زواج الميثاليين قانونا أو قانونيا في 2015 وآخر بلدان أمريكا اللاتينية كانت المكسيك حيث سمحت المكسيك الإسبوع الماضي بزواج الميثاليين في جميع المدن والولايات ترجمة نانسي قنقر